نجيب رحاني كان دائماً نتناقش ولنا نوادر مع بعض فنجيب رحاني لما بدأ يعمل الكوميديات في المسرح المجاور لمسرح رمسيسي كان إذا ما انتهى من روايته القعبين الكواليس عندي بيتفرج على الجزء الأخير من المسرحية اللي بخدمها وأنا كنت إذا ما انتهيت قبله من عرضة مصرحية عندي كنت تجدني بين كواليس نجيب رحاني ثم نخرج مع بعض علشان نروح نتعشى مع بعض ونلعب باليرضو مع بعض الغيس ساعة ثلاثة واربعة صباحاً يومياً